وعطفاً على الكلام اللي قاله دكتور ياسر ما قاله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر أمس وما قاله السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فيما يتعلق بالإساءة إلى الرموز الدينية بشكل عام وأيضاً الإساءة إلى نبي الإسلام يستحق أن نتوقف معه اليوم وأعرض على حضرتكم مقتطف مما قاله الرئيس السيسي أمس رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصاراً للحرية حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات لم تأتي مطلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة المحكمة التي خلق الله الكون في إطارها فما قد يعتبر قيداً على الحريات إنما يسل بالمقابل الحقوق في مواجهة الآخرين إن تبريد التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين بل أنه محرم ومجرم ولا يتعدى كونه أداةً لتحقيق مصالح ضيقة ومآرب شخصية دعونا نتفق على أن هذا التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه ففي جميع الديانات وبكل أسف يوجد المتطرفون الذين يسعون لإزكاء روح الفتن وإشعال نار الغضب والكراهية وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغزية خطاب التناحر والحد على التباعد والفرقة حتى أن سيرة النبي العطرة لم تسلم من ذلك التطرف وأؤكد للجميع أن مكان السيد الخلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أوجدان المسلمين في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يمسها قول أو فعل كما أؤكد الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب سيصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة فجوهر الدين هو التسامح ولنستلهم معا في هذا الإطار الدروس والعبر من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق فرسخ عليه الصلاة والسلام أسس تعايش وقبول الآخر والإيمان بالتنوع فلا إكراها في الدين فلا إكراها في الدين وعلى نفس هذا التوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أمس أعلن عن إطلاق الأذر لمنصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بلغات مختلفة عايز الفترة دي الكلام رايح وجاي بس أعتقد إحنا محتاجين عخلاء ما بين زي ما قال دكتور ياسر سابت ربما قامت دينية مسيحية في فرنسا وأوروبا وأيضا قامت دينية في العالم الإسلامي وعودوا مع بعض وتبقى دعوة للتسامح والتعايش ترجمة نانسي قنقر